فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود نعم كانت صلاة صلى الله عليه وسلم معتدلة وكان أميل إلى تطويل الركوع والسجود ويخفف القيام لأن الركوع والسجود هما أعظم أركان الصلاة وفيهما الدعاء والتسبيح وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فكان يطيل الركوع والسجود نسبيا لا إطالة تشق وإنما نسبيا بالنسبة للقيام فكان ركوعه وسجوده تارة يكون نحوا من قيامه وتارة يكون ركوعه وسجوده أطول من قيامه لما للركوع السجود من مزية على بقية أركان الصلاة